الصورة الآن يسيطر عليها مشهد الهدوء الحذر وفق شهود عيان متواجدين داخل المسجد الأقصى المبارك الاقتحامات مازالت مستمرة تسع مجموعات حتى الآن من المستوطنين قد تمكنوا من اقتحام المسجد الأقصى منذ الصباح وحتى هذه الساعة تسع مجموعات ولكن هذه مجموعات تعتبر صغيرة جدا بدأت بأربعة إلى خمس أفراد استمرت بالتزايد حتى 12 فردا ولكن من استطاع من دخول هذه المجموعات التي تقتحم المسجد الأقصى لا يتعدى العشرات بعكس ما دعت إليه جماعات الهيكل والجماعات المتطرفة الاستيطانية من دعوات واسعة وحضور كبير داخل المسجد الأقصى المبارك إذن هذا الأمر لم يتحقق رفع العلم الإسرائيلي هو الآخر لم يرفع داخل باحات الحرم القدسي كانت هناك محاولة من قبل أحد الفتية من رفع العلم الإسرائيلي ووقف من قبل قوات الاحتلال ثم طبعا خرج من المسجد الأقصى ولكن لم يرفع العلم الإسرائيلي بشكل علني كما توعدت هذه المجموعات بالنسبة للفلسطينيين المتواجدين داخل باحات الحرم كما قلنا هناك مجموعة حسرت خاصة من فئة الشبان حسرت داخل المصلة القبلي وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المصلة القبلي حسرتهم بالداخل وأقفلت الأبواب بأقفال وجنازير كان هناك أيضا ضرب أو اطلاق رصاص مطاطي داخل المسجد القبلي عفوا مما أدى إلى أضرار في منبر صلاح الدين الآن هناك أيضا تواجد لأفراد من قوات الاحتلال في محيط المسجد القبلي في محاولة لمنع الشبان من الخروج تسع مجموعات حتى الآن ذكرت إيمان هي التي اقتحمت المسجد الأقصى وبأعداد قليلة عندما نقارنها مع عيد الفصح اليهودي ثلاث ألاف مواطن إسرائيلي يعني مستوطن إسرائيلي دخلوا إلى بحات المسجد الأقصى كانت هناك دعوات يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء المستوطنين لاقتحام بحات المسجد الأقصى ما هي الأسباب التي جعلت فقط هذه المجموعات من تدخل اليوم نعم هناك حذر شديد في إدارة هذا الأمر من قبل قوات الاحتلال وأيضا المستوى السياسي الإسرائيلي هناك محاولة لعدم التصعيد وبالتالي كان يبدو بأنه كان قرار الشرطة بشكل عام الشرطة هي التي تتخذ القرارات بشأن عدم السماح وأيضا الأعداد التي تقتحم المسجد الأقصى ما ترونه الآن في عدسة الكاميرا هذه المجموعة العاشرة التي تدخل المسجد الأقصى في هذا المسار هم الآن يقفون قبالة قبة الصخرة المشرفة يدخلون من الجنوب من باب المغاربة ويسيرون نحو الشرق هم الآن في منتصف هذا المسار بعد أن يقفون قبالة قبة الصخرة التي هم يؤمنون أو يعتقدون بأن البوابة الرئيسية للهيكل المزعوم كانت في هذا الاتجاه وبالتالي يقفون هنا دائما أمام قبة الصخرة ثم يقبلون مسارهم نحو الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومن هناك يخرجون عبر باب السلسلة الآن كنا نتحدث عن الأعداد نعم بالفعل خلال عيد الفصح نحو أربعة ألاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بشكل عام هذا هو قرار الشرطة الإسرائيلية تغلفه بأسباب أمنية ربما كان هذا السبب بأن الشرطة أدخلت مجموعات صغيرة وكانت تنتظر بين مجموعة وأخرى أيضا من أجل إفراغ ساحات الأقصى من المرابطين والفلسطينيين الذين يتصدون لهذه الاقتحامات يعني هذه الاقتحامات بعد 12 يوما من إغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين اليهود عادت اليوم مجددا وهي تجري هذه الاقتحامات بصراحة منذ سنوات ولكن ما الذي تغير اليوم تغير هو بأن الفلسطينيين استطاعوا فرض معادلة جديدة منذ أيام رمضان هذا العام وهو عدم السماح بمرور هذه الاقتحامات بشكل هادئ دون التصدي لها أيضا في الماضي كانت هناك بعض الإنجازات للفلسطينيين في هذا المجال مثلا سنوات التصعيد 2014-2015 أيضا بسبب هذا التصعيد في القدس الذي انتهجه الفلسطينيون منع أعضاء الكنيسة من اليمين المتطرف من الدخول من اقتحام المسجد الأقصى ثم أعيد السمح لهم في العام 2018 إذن استطاع الفلسطينيون فرض معادلة جديدة واليوم بهذه المجموعات الصغيرة وأيضا بمنع رفع العلم الإسرائيلي من قبل أفراد قوات الاحتلال من أجل أن لا تؤجج الوضع داخل المسجد الأقصى لا شك بأن هذا قد يعتبر نقاطا إضافية في رصيد الفلسطينيين في هذه المعركة المستمرة حول المسجد الأقصى اشتركوا في القناة